السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصتنا اليوم الدور أحداثها عن عائلة هذه العائلة فضلت أن يتهاجر خارج البلد بسبب الظروف الأمنية والظروف الاجتماعية القاسية اللي يتعرضوا إلها وكانوا يحلمون أنه يعيشون في البلاد الغرب عيشة هنية وعيشة استقرار وهذا اللي يسمعونه هم سافروا بشكل غير نظامي يعني هروب تحملوا وما تحملوا من مآسي ومن مخاطر هذه العائلة هي تتكون من الرجل وزوجته وكانت عندهم بنت وحدة بنتهم اسمها هبة طفلة كانت صغيرة إلى أن وصلوا إلى البلاد الغرب وبتحديدا إلى الدنمارك وكانوا يسمعون الكثير عن هذا البلد اللي بيها الحرية وبيها كذا يعني منه الأمور هذه وطبعا بعد ما وصلوا إلى هذا البلد أخذوا فترة معينة بالكمبات إلى أن انطوهم الإقامة تقريبا تقريبا شبه استقروا بسكنهم وصرفوا لهم رواتب وبدوا يتعلمون اللغة بهذه الفترة بدأ صار عندهم أولاد اثنين فصارت عندهم هبة الكبيرة وأولاد اثنين أمهبة كانت تحمل في قلبها خوف شديد على بنتها لأنه تعرف عادات وتقاليد الغرب تختلف عن عادات وتقاليد دولتها هذه الدولة اللي تضمر أحيانا بعض الأمور الخفية ضد الدين الإسلامي المهم فكانت تحاول دائما تتعلم بنتها هبة على التقاليد وعلى أمور الدين وعلى الصمم وعلى الصلاة وعلى الزكاة والتصدق في سبيل الله وعلى الحلال والحرام كل هاي الأمور كانت تتعلم هي ودخلتها إضافة إلى المدارس التعليم دخلتها في أحد المساجد اللي كان هناك في منطقتهم دورات قرآنية وحفظت بنتها من القرآن شيء مقليل إلى أن وصل عمر هبة عشر سنوات هبة قالت لأمها قاتلها يا أمي أنا أريد أتحجب فرحت أمها قاتلها والله يا ريت طبعا أنا فاتني أن أقول لكم بعد ما وصلت أم هبة بسنتين تقريبا صارت حثة مشاكل مع زوجها أو زوجها وانفصل عنهم وراح إلى منطقة أخرى نفس الدنيمارك بس بمنطقة أخرى وتزوج هناك أيضا شاف وحدة من بلده وتزوج وأم هبة أيضا حتى تستقر ماديا وتستقر يعني كرجل عندها بالبيت تعرفت على رجل صاحب أخلاق عالية وتزوجته وهذا صار زوج أمهم لأولادها مثابة أبوهم كان يتعامل وياهم فهبة قاتل أمها أنا أريد أتحجب أم هبة فرحت فرح شديد أنه تعبها ما راح بلاش وبنتها بدأت تفكر صحيح وفعلا أخذت لها الحجاب وحجبتها هبة كانت أيضا تحاول أن يتقل من اختلاطها رغم أنه بالمدرسة كانوا يعلموهم فأمور كثيرة من ضمنها يعلموهم الحرية أو ممنوع تعنيف الأطفال من قبل أهلهم وممنوع يمنعونهم من أمور اللي هما يرغبونها ولازم هما يستقلون برأيهم أو يستقلون في قراراتهم هكذا هكذا أم هبة كانت بنتها تحجيلها وكانت هو هذا اللي يتخاف من عنده تخاف من غسل الدماغ يغسلون دماغهم وهذا يعني طفل أو طفلة يعني من يكبر بداية مراهقة يصير فممكن أنه ينهرف إلى أن يوم من الأيام هبة جت على أمها قاتلها يا أمي أنا أطلب مني طلب واحد قاتلها قولي قاتلها أنا أدري بيش أنت صاحب الدين وما تقدرين تمنعيني ما تمنعيني أنت من أبوي أنا أريد أشوف أبوي وأني ما أريد يعني أبقى بعيدة عنه مهما كان طبعا أبوه الهبة كان منقطع عنهم نهائيا ولا يسأل عنهم قاتلها والله ماكو مانع أوصلت أنا إلى المنطقة اللي أبوك بيها وأنت يروح يم أول مرة قبل أنت أكد من عندي راح أنطيك رقم تليفون وأنت تتصل بي تمام هبة تصلت بأبوها وسلمت علي وقايت لأني هبة بنتك وأني أريد أشوفك يا أبوي راح أبيها وهلا وسهلا وكذا وتعالي قالها ليش تتعنين أنا راح أجي عليك وأخذك فعلا هيئت نفسها وأمها هيئت لها جنطة ملابسها وإجي أبوها وإجي أبوها عليها رنلها بالموبايل وراحت علي أخذها باليوم الثاني رجعت هبة إلى أمها ومن بعد أسبوع تقريبا قاتلها يا أمي أنا أريد أروح أواصل زيارتي لأبوي وبين فترة وأخرى أروح وأبات يم أبات يوم وأرجع ثاني يوم طبعا تستغيل أيام عطلة المدرسة أمها قالت تلهم وانا روحي وفعلا بدت تروح إلى أن يوم من الأيام طريق الصدفة أم هبة اكتشفت بأنه بنتها مجد تروح على أبوها فقالت أريد أشوف أتبع بنتي أشوف هاي هبة واني تروح وفعلا طلعت بنتها على سات تروح على أبوها وتبعتها أمها بدون ما تشعر بيها لكن الصدمة عندما عرفت أنه بنتها هبة راحت إلى منطقة أخرى غير المنطقة التي أبوها بيها ظلت تابعتها إلى أنشافتها دخلت إلى بيت شنو هذا البيت ومن وليش تروح لهذا البيت بالبداية فكرت أنه تنتظر إلى أن ترجع بنتها وتفتهم منعدها لكن ما نطه قلبها لا طرقت الباب ودخلت عليهم أو سحبت بنتها غصبا عليها سحبت بنتها وأخذتها للبيت بعدين بعدين افتهمت بأنه بنتها قاتلها هذا بيت واحد صديقي من الدنمارك وأنا أجي علي وأريد يعني أشوفه طيب ليش تريت بات يمي وش قصار لها تجي يمي بدت تحكيها بنتها بكل صراحة وبكل طلاقة قاتل نعم أنا رحت على أبوي يعني مرت أو ثلاثة لكن بقية الفترة لا أنا كنت أجي يام صديقي ونجلس ونأكل وكذا من هل أمور هذه قاتلها صديقي أنا ويام التفقين على زواج قاتلها شلون هذا من غير دين قاتلها بس هو هذا صديقي أوعدني بأنه بعد الزواج لازم يعني رح يستسلم فأمها قاتلها يا بنتي مو شي كي يصير إذا فعلا أولا الدخول للبيت من الباب مو من الشباك اثنيا إذا يريد يستسلم وبعدين يتقدم لكن هذا من يقول صادق بكلامه هو فبدأ تدافع قاتلها أنا ما أسمح لك أنت تمنعيني وأني لازم أبقى تواصل ويا حبيبي هذا ومعرف شنون أمها أصبت عليها بنتها هبة صدمت أمها صدمة الأخرى عندما مسكت التليفون واتصلت بالشرطة اشتكت على أمها قاتلهم أمي تعنفني وتجبرني على شي أنا ما أريد ما أحب طبعا هنا بدت هبة يعني مو مثل قبل الحجاب مالها المهم أجت الشرطة أخذتهم هبة وأمها راحوا إلى مركز الشرطة ومركز الشرطة وقعوها على تعهد أنه ممنوع تجبر بنتها على شي متلدة هي ولا تدخل في حياتها الشخصية قاتلهم بس إحنا ما عندنا هاي التقاليد وهذه يعني محرمة عندنا بدين قالوا له هذا بلدكم روح يطبقي تعاليم دينك مو هنا هنا تختلف الأمور فأنت لازم تتقبلين هذا الواقع أنتوا جئتوا هذا البلد تعيشون على قوانين هذا البلد وقع التعهد طلعت هي وبنتها وهي متأسفة متألمة بعد فترة كانت خارجة أم هبة تجيب أولادها من المدرسة لكن من جابت أولادها من المدرسة هبة كانت بالبيت وحدها جئت أول ما دخلت البيت وإذا تسمع فالصوت غريب ببيتهم منو هذا الصوت بدت يعني تمشي على أطراف أقدامها إلى أن وصلت إلى غرفة بنتها هبة وإذا تصنط تسمع صوت رجل في غرفة بنتها مباشرة فتحت الباب بشكل مفاجئ وإذا تشوف ولد شاب جالس ويا هبة ووضعين الطعام وديتناولون طعامهم بشكل أريحي بنتها ضاجت وبدت تسمع أمها كلام مو صحيح قالت إذا أنت تسوين هاي شي كل مرة ثانية ويا فأنا رح أتصل بالمنظمة الفلانية أو منظمة هذه معنية بحماية الأطفال من التعنيف اللي هم يعني يسمون التعنيف هو اللي العوائل اللي متتقبل هاي التقاليد مالتهم هذا يسمون التعنيف فقالت لها بنتها أنا رح أتصل بهذه وأروح تعت رعايتهم أمها ضاجة تقاتلها روحي روحي وصارت عصبية أو طلعت هذا الشاب من البيت وفعلا بنتها اتصلت بهذه المنظمة طبعا هنا بالمدارس هم كانوا ينطوهم أرقام التليفونات وكذا هاي إذا يتعرضون التعنيف من أهلهم أو أهلهم يجبروهم على فالشي هم ما يريدون يتصلون بهذه المنظمة فعلا اتصلت على هذه المنظمة وإجوا الناس من المنظمة هذه وأخذوهم اثنين هم مرة ثانية الهبة وأمها وهناك بعد أن فترة قضوا بهذه المنظمة خرجت عليها وحدة من الموظفات قاتلها احنا راجعنا الملف مالك وملفك كان نظيف وما عندك تعنيف سابقا انت فانت موقع سابقا على تعهد مرة الأخرى إذا صدر أي شي من عندك فنحن راح نفطر نسحب بنتك وربما نرميك بنتك 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 أمهبة انقهرت وضاجت قلت لها لابة قلت لها بنتك هذا اللي تريدين يعني تعيشين على راحت تشمسلم وانت تريدين بس انت صدقيني راح تتندمين تركتها ومشت راحت أمهبة إلى بيتهم طبعا هم قالوا لها روحي راحت إلى بيتهم ومن بعدها تبعت بنتها لكن اتكررت مرة أخرى وكانت دائما تهددها بنتها بهذه المنظمة آخر شي اتصلت أمهبة بزوجها اللي هي من فترة طويلة ما متصلة بي وقالت لها يا أبو هبة اتلاحق البنتك وبنتك ثرى راح اضيع من عدنه وهذه بعد ما كانت محجبة وما كانت صوم والصلي ومستقيمة بدينها حاليا هذا وضعها وبنتك انحرفت عن الطريق المستقيم فزوجها قالها والله هذه حياتكم وأنتو عيشوها مثل ما تردون تركوني آني بحال سبيلي انصبت من زوجها بعدين فكرت أنه على الأقل تسلم على أولاد هذول هذه انحرفت عن الطريق وصعب رجوعها على الأقل تاخذ أولادها وترجع إلى بلدها فعلا أخذت أولادها وفنشت ورجعت إلى بلدها بعد ما رجعت إلى بلدها فترة سنة تقليبا وإذا بنتها تتصل عليها وتتعذر من عدها أو كذا قاتل يا أمي أنا أرجو المعدرة وأني كنت غلطان غلط شديد وأني حاليا وضعي يعني مزري أو وضعي تعبان أو زوجي هذا كانت من زوجته بس من زوجته لا على نظام دولتهم ولا على شرع الإسلام فكانت ما لها أي حقوق يم قالت الآن زوجي هذا تركني وطردني من البيت وحاليا أنا أتنقل من مكان إلى آخر أنا أعتذر وأني غلطان أمها قالتها لا روح يخلي هذا منظمة فيدك وغلقت التليفون لكن قلب أم رجعت من بعد ساعات اتصلت بيها مرة ثانية وقالت لها يا هبة أنا قلبي شفير وأني سامحتك وتعالي أنا وأنا رح أسهلك أمور العودة وفعلا أرسلت لها مبالغ وسهلت لها أمور عودتها وعادت هبة إلى بلدهم هذا أمر طبعا هذه قصة من مئات لربما آلاف القصص اللي تتعرض لها العوائل المهاجرة إلى البلدان الغربية نعم هم يتوقعون أنه رح يعيشون الحرية ورح يعيشون الاستقلال بنفسهم ولكن أكو أمور هم محاسبين أمور أولادهم شور رح تكون تربيتهم وشور رح تكون عيشتهم أسأل الله الستر والعافية هاي نهاية قصتنا وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر